تدخلت وحدات الجيش الوطني الشعبي لإنقاذ خمسة بحارة كانوا على متن مركب صيد تعرض لحارق قبل أن يغرق بعرض البحر وذلك في شمال شرق رأس الحمرة بولاية عنابة وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني بأن وحداتها تلقت نداء استغاثة من قبل مجموعة من الصيادين وعلى وجه السرعة تدخلت أمس وحدات المجموعة الإقليمية لحراس سواحل بعنابة لإنقاذ البحارة الخمس على مستوى تلك المنطقة وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل إجلائهم إلى المؤسسة الاستشفائية الجامعية ابن رشد